حاليا ونحن نتحدث إلى أي مدى تزداد هذه التنظيمات الإرهابية قوة وتماسكا في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء تحديد؟ أظن أن في حالة اليقين أو عدم اليقين الأمن الآن التي تعيشها إفريقيا وخاصة مع وجود تشكيلات أو أنواع مختلفة من التهديدات الإرهابية ترجع بالأساس إلى هشاشة البنيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بعدما عاشت هذه الشعوب الإفريقية تحت نير الاستعمار وكانت هناك الحركات التورية والتي بطبيعة الحال تفجرت عنها أو انبتقت منها بعض الحركات الإنقلابية وأيضا الآن نحن نعيش موجة مختلفة من الإرهاب تسمى تجاوزا بالإرهاب الإسلامي أو الإسلاموي وهو الذي أنتج العديد من المظاهر العنيفة أو ممارسة العنف والعنف المضاد وهنا نتحدث عن مجموعة من الحركات التي أصبحت تهدد أركان الدول الإفريقية وهي نتحدث عن داعش نتحدث عن حركة الجهاد نتحدث أيضا عن حركة بوكو حرام في نيجيريا نتحدث عن مجموعة من الميليشيات أيضا المسلحة ولا ننسى أيضا إلى جانب الجماعات الإرهابية المتطرفة لا ننسى الحديث عن الجماعات الجريمة المنظمة أو الجريمة العابرة للدول والعابرة العبر وطنية فهذا التهديد أيضا يشكل خطرا جسيما على الدول الإفريقية وعلى مستقبل الشعوب الإفريقية وهذا ما يطرح بالفعل تحديات حقيقية أمام القارة الإفريقية سواء على مستوى العلاقات التنائية وعلى مستوى أيضا التكتلات الإقليمية ونتحدث هنا عن دور الاتحاد الإفريقي في حل وتسوية النزاعات هذا التنظيم مفروض عليه الآن أن يواجه تحديات الإرهابية وأن يواجهها بشكل منظم وبشكل مركز أيضا باعتبار أن هذا التهديد يعيق التنمية ويعيق مصار التقدم والتنمية الاقتصادية والشماعية في القارة السمراء ترجمة نانسي قنقر